المتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في فيديو اليوم سنتعلم كيفية معرفة العمر الافتراضي الباقي في بطارية اللابتوب كما تشاهدون في هذا التقرير بسم الله الرحمن الرحيم لمعرفة العمر الافتراضي لبطارية لابتوبك ما عليك الا اتباع الخطوات التالية نضغط على زر ويندوز مع حرف R ونكتب الامر التالي CMD نضغط على انتر الان كما شاهدتم فتح لنا منفذ الاوامر الان نكتب الامر التالي Power CFG ثم نضغط على هذه الاشارة ثم Battery Report ونضغط على انتر طبعا سأترك هذا الكلام في اسفل وصف الفيديو الان كما تشاهدون خرجنا هذا المسار ظهر لنا هذا المسار ننسخ هذا المسار بالضغط على زر CTRL مع C الان نسخنا هذا المسار بامكاننا ان نغلق هذه النافذة الان لنفتح هذا المسار بامكاننا ان نذهب الى اي متصفح ونلصق هنا المسار ونضغط على انتر كما تشاهدون ظهر لنا تقرير البطارية Battery Report تقرير البطارية الان كما تشاهدون هذه مواصفات اللابتوب عندي ننزل الى اسفل الان ما يهمنا هنا هو الخانة هذه وهذه الخانة التي في الاعلى Design Capacity وهي السعة الاجمالية للبطارية عندما تم تصميمها وصناعتها وهي 57488 ميجا واط في الساعة الان عندنا البطارية حاليا صحتها هي Full Charge Capacity الان البطارية اذا ملأناها الى الاخر فستكون 37006 ميجا واط في الساعة وهذه هي الساعة الحالية لبطارية اللابتوب كما رأيتم نقص من عمرها تقريبا 20000 الان عندنا هنا بعض التقارير عن البطارية بامكاننا ان نشاهدها هنا الان كما تشاهدون عندنا هنا تفاصيل استخدام البطارية اليوم بامكانك عن طريقها ان تعرف كم مرة تم تشغيل اللابتوب اليوم واطفائه اذا اردت ان تعرف من شغل اللابتوب فامكانك ان تعرف كم مرة تم تشغيل اللابتوب وهل تم تشغيله وتوصيله عن طريق الكابل أو عن طريق البطارية تظهر هنا لك النسب وكما تشاهدون عندما ملأت البطارية أكثر من مرة أمس كانت البطارية 37.6 ميجا واط في الساعة عندما ملأتها إلى 100 ميجا وهذا يدل عن أن البطارية لا تمتلك أكثر من هذه الساعة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته